كل الأشياء الحلوة عليها سنبوسة أنا أريد أن أقول لك أن أصحابي يطلبوها يعني هي سنبوسة مامتك يا رانيا بتعندها خلطة مع السنبوسة مع خليط الجبن بتقطع فلفل الألوان وزاتون فتعمل ميكسي لذيذة قوي طيب وبنسبة السنبوسة علمتك تلف السنبوسة؟ ما بعرفش رف السنبوسة طيب أنا ألف السنبوسة بعض يا ربت علمني حالاً دلوقتي حالاً طيب نأخذ معدين السنبوسة أو نطلع فاصل يا شباب حابين طيب نكمل مع بعض اللف السنبوسة يلا حالاً نتعلم لف السنبوسة لأ أنا أعلمك كيف تتطلع من هنا دلوقتي تبقى أنت نفسي خبير اللف السنبوسة لأنني عندي أفكار لحشوش سنبوسة كثير جداً أريد أن تتلفيها بس ما بعرفش في تركاية صغيرة بجد ولاية سوزرانية أعلمك تلف السنبوسة كلما تلف السنبوسة تفتكر الشيء في المغارس يلا لا مركزتش كنت مركزة مع ياسين تعيد لي واحدة تعيد لي واحدة بس طب واحدة واحدة كده بس شب سوزرانية هتطلع من هنا لازم تلف السنبوسة وابتكر شاف مغازي انا بيدي كمان؟ اه نحط على يدي كده لا استنى لأشي الموضوع سهل جداً بس أنت حاضر اهيض شفت؟ خلينا نعملها كده وعلى نفسي ايدي كده اهيض ونحط الحشوة كده؟ حط شوة اللحمة كده نطلع الفصل ونحن نتعلم ما فيش مشكلة يلا نتعلم لأكاديمية المغازي لتعليم فن السنبوسة لو احكيلكم السنبوسة عاملة فيي ايه طبعاً هو مصر شاف مغازي انه يعلمني وانا بتعلم الموضوع ما طلعش ساعة بس اه 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 هي اطلع الاولى اطلع الاولى تصور لو الله يا رورو عملنا السنبوسة الله اول مرة عملها برافو انا هفتكرك دايماً وانا بعملها اه مثل الفل تسلم ايدك بجد ايه بص كل شيء اعلمتني وتقفلها بدي ايه مية وديق لازم دي ومية مية وديق انا مش بحب البيت في عفل السنبوسة اه ليه فيه ناس بتقفلها بالبيت؟ يعني هي بعد ما بتبرد ونجا عارفو تارتنا كلها بيبتها شوية زفارة شوية عشان البيت اه لا البيت وديق احلى انا مامتي بتقفلها بالبيت وديق برضو قصدي صوري باللبن بالمية وديق مية وديق اه اه بعد الضلعين الاولين خلاص الضلع الثالث بيطلع مكة واحدة اه كمان واحدة؟ يلا اخر واحدة اخر واحدة يا سيد زراني المخرج عايز شوفك بتلف فيه اه ايه الاحراج ده بس فورساتك يلا فورستي لا انا شايف مغازي علمني بقى ومحدش ادي دلوقتي في السنبوسة انا هنافس اه اه المثلسة المثلسة اه الضلعين اه بس ابن دلعين الثالث هيتبين الوحد بس تلاعين ها اه اه هيا بس خلاص بس حالما انا عارف انك بتسافر كثير طبعا افنا بقى بس اه افنا ازاي افناو سأفليها أسفر بس درانيا تمام اه اي طبعا انا عارف انك بتسافر كثير احيانا لما يكون عندي اجازات لما الولاد بيكون عندهم اجازات مش طول الوقت ولكن يحكي أنك تسافر يحكي أنك عندما تذهب إلى أي دول من الدول التي تسافرها أه هل تبقى تدورها على الأكل المصري؟ أم تأكل الأكل المشهورة مع البلد؟ أحكي لك حكايتي مع الأكل أنا مثلاً البلد الذي لا يوجد أكل أكله لا أذهبه لا أذهبه خلاص أنا رحت مرة في فارق إستشاف مغازي كنت بعيط في الشارع زمان كنت بعيط في الشارع لم أقرأ أن كنت على الأكل ورحت مثلاً بانكك رحت في بي بي آيلاند رحت مثلاً تايلاند يعني رحت كذا حتة في فار إستشاف كان عندي أزمة في الأكل وفي حيط الأكل هناك الأكل الوحيد اللي كنت باكله لما كنت بلاقي مطعم إيطالي أدخل أكل بيزايا أنا عندهم السيفود كثير يعني ما بقدرش على ريحته هناك السيفود ريحته هناك مش زي أكلنا ما بقدرش على ريحته إحنا برضو بننظف الأكل حلو وبنديله ريحة حلوة ما بقدرش على ريحته وكنت باكل الأكل هندي كنت باعيط في الشارع من الأكل اللي أنا مش عارفة أكل وما الشجعي أنا مش عارفة أكل أكل من كل الأكل بس بقى طبعاً بلاد تانية يعني سايبرس مثلاً أوبروس أكلهم ميديتيريون مثلنا قريب مننا إحنا مش بعيد عن بعض فالسلطات تشبه بعض في شوية أكلات تشبه بعض في رزات في مكارونات البلاد كل ما كانت قريبة من مصر أنا بطبست فيها تلاقي الأكل أعرف أكله إنما لو بعدت قوي لا بطعب بطعب من الأكل اللي لا بحبه في رمضان الشهر الكريم ما كانتش مثلاً تصادفة أن كنت مسافرة وتفتاري برا لا 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 الحمد لله طول الوقت في شهر رمضان بكون موجودة في مصر ما قدرش أسيب مصر في رمضان ومامتي والولاد وعيلتي وكده لا طول الوقت ببقى في رمضان الأكل الحلوى التي تحب أستاذة رمضان تكون موجودة في الأيام الأولى من الشهر الكريم أو في اليوم الأول الحمام أنا بحب الحمام قوي بحب الحمام قوي بحبه بالفريك وبحبه بالرز يعني عادة أنا اللي يحب الفريك ما يحبش الرز وليبيحب الحمام بالرز ما بحبش بالفريك أنا بحب الاثنين أه أرى رشة السمات الله بحبه قوي بحبه قوي على السلطة بحبه قوي على الأكل أنا أول مرة أرى موضوع السمبوسة المشوية يعني فكرة السمبوسة المشوية جاية من أكلة مشهورة في المطبخ الأردني اسمها مسخن الدجاج مسخن آه معروفة بنتطلبها بتتعامل بزيت زيتون وسماء أي فده أخذ نفس السكة فهنشوف الفريك أوكي أنا عايزة تشوف السمبوسة وجمالها ودلحها على حلواتها في الفريك أخدت لوني جنن الحلاوة سمبوسة المشوية ولأول مرة على شاشة القناة الأولى أعم أستاذ رانيا ستغرفها لنا بعد ما رأيك؟ سحفة أنا معجبة قوي بالسمبوسة المشوية ما أخلي بالك لازم نعمل الأكل لكي خاطر ما ضيوفنا ومشاهدينا ومتابعينا عايزين يشوفوا أستاذ رانيا عملت السمبوسة المشوية أعم أجيب لك شيء تغرف بيها يال تصدق شكرا 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 يالله شلك دي من هنا يال أقرب كده شوية أنا سايب لك المطبخ تشتغلي فيه اه براحتك اه لا بص لذيذة قوي السمبوسة المشوية دي وما بتاخدش زيت كتير ده أنا لازم هجربها وبعدين خلاص بقى شاف مغازين تعلمتيني لف السمبوسة إنك تحمرها في الزيت مليش حجة بقى مليش حجة خلاص مليش حجة خلاص مليش حجة خلاص مليش حجة خلاص مليش حاجة بقى جنبي كده يال أجل شون بظهر شون بظهر تشوف رايحك كيف في المطبخ جميل جدا وشاف شاطر جدا جدا مرسي مرسي شوف شوف مليشتها من المحل عجوة مامتي بتعمل أطايف بالعجوة تجنن مرسي ترجمة نانسي قنقر